اتفاق سوتي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين بشأن إدلب لا تزال الكثير من بنوده غير واضحة لدى المعارضة السورية التي تؤكد أنها تنتظر توضيحات من الضامن التركي نافية الأنباء عن تسليم سلاحها الثقيل في موازات ذلك تتجه الأنظار إلى موقف بعض التنظيمات التي يتوقع أن تعمل على تعطيل الاتفاق وهو ما يفتح الباب أمام صدام عسكري معها من قبل فصائل المعارضة المدعومة من تركيا ولم يصدر بعد موقف رسمي من قبل هيئة تحرير الشام من اتفاق سوتي حيال مستقبل شمال غربي سوريا الذي يعد المعقل الأخير للهيئة المتهمة بالإرهاب ويصر الروس على القضاء عليها سلما أو حربا أما جيش العزة أبرز فصائل المعارضة السورية المسلحة في ريف حما فلم يصدر أي موقف رسمي تجاه الاتفاق وبحسب تصريحات لقادة فيه فإنه ينتظر تفاصيل وآليات تنفيذ اتفاق سوتي خصوصا لجهة تسليم السلاح الثقيل كذلك ينتشر في ريف إدلب الغربي وفي مناطق في ريف اللاذقي الشمالي مسلحون يتبعون لتنظيم حراس الدين ومن المتوقع أن يكون هؤلاء حجر عثرة أمام تطبيق الاتفاق وهو ما يرجح فرضية التعامل معهم عسكريا من جهته قال الجيش السوري الحر إنه لا جديد على صعيد آليات تطبيق اتفاق سوتي على الأرض وأنه لا يزال ينتظر توضيحات من الضامن التركي كما نفى تسليمه السلاح الثقيل أو المتوسط في شمال البلاد ووصفه بالخط الأحمر وعلى الرغم من عدم اتضاح آليات تطبيق اتفاق سوتي بشأن إدلب إلا أنه نجح في نزع فتيل الحرب وجنب المدنيين في إدلب ويلات عملية عسكرية واسعة النطاق وهو من عكس في بدء عودة نازحين إلى إدلب قدر عددهم المرصد السوري لحقوق الإنسان بنحو سبعة ألاف شخص خلال يومين